اشتركوا في القناة اللمون ما يتريش واول ما يغير لون المياه ويبقى بالشكل ده وتعمل فقاهية كده تبقى خلاص اللمون يتسلق معنا هنصفيه من المياه وهنحطه في مياه ساعة وهنغير عليه الموضة يومين هنفضل كل شوية نكب المياه بتاعته ونحطه مياه جديده عشان ينزل مرارة اللي فيه وبعد اليومين بيكون شكل اللمون كده شايفين اللمون مسك نفسه ازاي مش مهري عشان هو لسه هياخد وقته في التخليل هنبدأ بقى نجهز الحشوة نحط كوبية ملح كبيرة كوبية تعصفر صغيرة وكوبية اللي ربا حابت البركة هنقلبهم مع بعض كويس الكمية دي هتكفي البرتمون اللي انا هوريه لكو دلوقتي وبرتمون تاني زيه انا كنت عاملة كمية كتيرة بعد كده الخلطة دي عبارة عن فلفل احمر وفلفل اخضر حامي على بارد فرمتهم في الكبة واخدت نصهم وده جزر مبشور برضو هاخد نصه وطبعا معينا فلفل اخضر مغسلينه كويس وفتحينه كده من النص اعطينه كده شقة بالسكينة عشان هنخلله مع اللمون اول حاجة هناخد حبة من الجزر مبشور هنحطه في قرية البرتمون وهنحط كمان 3 قرون من الفلفل وهنبدأ نفتح اللمونة من النص كده بلاش نفتح الفتحة اللي هي 4 تربع علشان دي بتخلي شكل اللمونة مفتوح للاخر وبتبقى اللمونة متبهدلة كده مش مسكة نفسها هنفتح بس تشقة كده في النص صغيرة وهنبدأ نحشي بالطريقة دي هوليك واحدة كمان فتحة كده في النص صغيرة ونحشي الحشوة هنكمل بقى بنفس الطريقة كمية كده ونرجع نعمل الخطوة التانية هنحط شوية جزر مبشور وكم قرن فلفل ونرجع نعمل خطوة تاني لحد ما البرتمون ما يتميلي البرتمون ده اخد حوالي 2 كيلو لمون نيجي بقى للصوص اللي هنغطي به اللمون الخلطة اللي اتبقت مننا من الفلفل اخضر والفلفل الاحمر هنحطها وهناخد عليها معلقة من الجزر و3 معالق من الحشوة اللي اتبقت معنا ودي كمان معلقة من هريسة الشطة هتفرق معنا قوي في الطعم وفي اللون بعد كده هنبدأ ننزل بالمية المية دي مية عادية جدا من الفلتر هنقلب كل المكونات دي مع بعض انا حسيت ان المية عادبة شوية فزودت لها معلقة ملح وهنغطي كل اللمون بالخلطة دي لازم اللمون كله يكون متغطي وهنضيف حوالي ربع كوباية من الزيت على وش البرتمون وده بيكون وش البرتمون شايفين وش وش راكله حلو ازاي علشان نضمن ما فيش هوا يدخل في البرتمون هنلف بس البرتمون من فوق وبعد كده نقفله كويس باللغطة وبكده اللمون ان شاء الله يكون جاهز معينا شايفين عملناه بطريقة سهلة جدا وبجد طعم طحفة جربوا الطريقة دي ان شاء الله تعجبكم وفي اخر الفيديو لو الطريقة عجبتك ياريت اللايك والشير وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصل لكل فيديو جديد بنزله اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع السلام